بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثاني تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة التربية الفنية عنوان درسنا لهذا اليوم تصميم واجهة مسجد مستوحى من العصور الإسلامية المجال المستهدف الفني المجال المساند الحرك الدقيق الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على خطوات تصميم واجهة مسجد مستوحى من العصور الإسلامية الأهداف الخاصة أولا أن يذكر الطالب والطالبة مسميات أجزاء المسجد ثانيا أن يرسم الطالب والطالبة تصميم المسجد بالقلم الرصاص ثالثا أن يلون الطالب والطالبة تصميم المسجد بأسلوب الظل والنور قوانين درسنا لهذا اليوم أولا أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها ثانيا أستمع إلى الدرس بتركيز ثالثا أتابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص طيب طلابي نشاهد هنا صديقتنا الجميلة سارة لدى سارة هنا هذا المفتاح تريد منا مساعدتها لكي يعبر المفتاح عبر هذه المتاهة لكي يصل إلى أين؟ يصل إلى هذا الصندوق لنفتح الصندوق ونشاهد ماذا يوجد داخل هذا الصندوق ما هي الصورة لداخل الصندوق الآن وصل المفتاح وفتحنا الصندوق ماذا يوجد لدينا هنا داخل الصندوق؟ نشاهد هنا ماذا؟ مسجد أحسنتم نشاهد هنا ماذا؟ مسجد أحسنتم ما هو المسجد الطلابي؟ المسجد هو ماذا؟ هو دار عبادة لمن؟ للمسلمين لتأدية ماذا؟ لتأدية الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين بالإضافة للعبادات الأخرى مثل قيام الليل وقراءة القرآن إذن المسجد هو ماذا؟ هو دار عبادة للمسلمين لتأدية ماذا؟ لتأدية الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وأيضا صلاة العيدين بالإضافة للعبادات الأخرى مثل ماذا؟ مثل قيام الليل وقراءة القرآن الآن طلابي وطالباتي سوف نتعرف على أجزاء المسجد لتصميم واجهة المسجد لدينا هنا الأجزاء الأساسية اللي هي المآذن لدينا هنا أشكال متعددة للمآذن بألوان مختلفة ولدينا هنا أيضا من أجزاء المسجد اللي هي القبة نشاهد هنا لدينا هذا المسجد باللون الأسرق لدينا هنا في هذا المسجد قبة ماذا ينقص هذا المسجد؟ ها طلابي نشاهد جيدا ماذا ينقص هذا المسجد؟ أحسنتم المآذن لدينا هنا صممنا المأذن الأولى نشاهد هنا المأذن الثانية هل هي مناسبة لهذه المأذنة؟ أحسنتم غير مناسبة نريد أن نجعلها متطابقة بهذا الشكل فأصبح لدينا هنا هذا التصميم الجميل لهذا المسجد إذن نشاهد هنا أجزاء المسجد الأساسية المآذن وتكون ماذا؟ تكون متطابقة بالإضافة إلى القبة طيب طلابي لدينا هنا أدوات تصميم مواجهة المسجد نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج قلم رصاص وأيضا كراسة بالإضافة إلى ماذا؟ ألوان سواء ألوان الباستيل أو الألوان الخشبية أو أي ألوان متواجدة لدينا في المنزل أو في المدرسة إذن أدوات تصميم مواجهة المسجد نحتاج قلم رصاص بالإضافة إلى كراسة بالإضافة إلى الألوان طيب طلابي لدينا الآن تطبيق عملي لتصميم ماذا؟ لتصميم مواجهة المسجد نشاهد هنا أدواتنا الأساسية اللي هي ماذا؟ الكراسة بالإضافة إلى أقلام الرصاص لدينا هنا ألوان الباستيل الطبشوري بالإضافة إلى الألوان الخشبية بالإضافة إلى أقلام للتحديد في البداية سوف نقوم برسم اللي هو المسجد بهذه الطريقة نرسم أولا المئذنة لدينا هنا المسجد سوف يكون بمئذنة واحدة التصميم سوف يكون لمسجد صغير بمئذنة واحدة إذن هنا لدينا سوف نقوم بالرسم بالقلم الرصاص بهذه الطريقة للمئذنة إذن هنا لدينا مئذنة المسجد الصغير نشاهدها هنا مع المعلمة رسمنا المئذنة الآن سوف نقوم برسم المبنى المتبقي للمسجد إذن هنا قمنا برسم المبنى بهذه الطريقة الآن سوف نقوم برسم قبة كبيرة على المسجد بهذه الطريقة ونشاهدها هنا مع المعلمة إذن هنا قمنا بتصميم مسجد صغير مكون من مئذنة واحدة الآن سوف نقوم بالتحديد لكي تتضح لدينا ملامح الرسمي نحدد أولا على المئذنة بهذه الطريقة إذن نحدد بلون الأسود لدينا هنا أيضا إذن هنا حددنا المئذنة الآن سوف نقوم بتحديد المبنى الرئيسي للمسجد ونقوم أيضا بتحديد القبة بهذه الطريقة إذن نشاهد هنا مسجدنا الصغير الآن سوف نقوم بإضافة ماذا؟ بإضافة النوافذ لدينا هنا النافذة الأولى ولدينا هنا النافذة الثانية ولدينا هنا هذا الباب الكبير أيضا إذن نشاهد هنا مسجدنا مسجدنا الصغير رسمنا فيه مئذنة واحدة بالإضافة إلى هذه القبة بالإضافة إلى النوافذ وأيضا الباب الآن سوف نقوم بتلوين المسجد سوف نختار اللون الأسود بالإضافة إلى اللون الأخضر بالإضافة إلى اللون الأصفر سوف نقوم بتلوين المئذنة باللون الأسود بهذه الطريقة إذن هنا قمنا بتلوين المئذنة باللون الأسود ولدينا هنا القبة سوف تكون لدينا باللون الأخضر إذن لدينا هنا القبة باللون الأخضر وأيضاً لدينا هنا باللون الأصفر سوف يكون المبنى الأساسي للمسجد إذن هنا اخترنا ألوان الباستير الطبشوري إذن نشاهد هنا الآن سوف نقوم بدمج الألوان لدينا هنا المئذنة ولدينا هنا المبنى الرئيسي للمسجد بالإضافة إلى القبة إذن نشاهد هنا تصميم مسجدنا البسيط نشاهد هنا صنعنا ماذا أو رسمنا ماذا مئذنة واحدة بالإضافة إلى هذه القبة بالإضافة إلى المبنى الأساسي للمسجد فأصبحت لدينا هنا هذه الرسمة أو هذا التصميم الجميل إذن إلى هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا لأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية بالإضافة إلى المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة